تطورات جديدة وهمة بشأن المنتخب الذي سيختاره إبراهيم دياز رسالة تاريخية من مدرب كوديفور إلى المغاربة اليوم مدرب فالونسيا يخرج بهجوم قوياً ضد الرغراكي واللاعب المعربي سلم ملاحة والآن إلى التفاصيل لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدين الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائماً في تطورنا مهمنا بشأن مستقبل إبراهيم دياز مهاجم نادري المدريد الإسباني أخذت عائلة اللاعب زماماً مبادرة لتحديد مصار مستقبله الكروية حيث أن هذا الإجراء جاء بعد فترة من الترقب والتأمل فيما يتعلق بمستقبل دياز الدولية خاصة مع الضغوطات والمحاولات من الاتحاد المغربي لكرة القدم لضم اللاعب إلى صفوف المنتخب المغربي استغلالاً لتصريحات الويستلافونتي المدرب المنتخب الإسباني التي بدأت في سياق غير موات لدياز ولفت إبراهيم دياز البالغ من العمر 24 عاماً لفت الأنظار بأدائه المتميز خلال الموسم الحالي فحتى الآن شارك في 18 مباراة ضمن منافسات الدوري الإسبانية سجل خلال أربعة أهداف مهمة من هدف في مرمى أتلاتيكو مادريد بالإضافة إلى مشاركته في أربع مباريات بدور أبطال أوروبا أثمرت عن هدف واحد أيضاً شارك دياز في مبارتين في كأس ملك إسبانيا سجل فيهم هدفاً وصنع تمريرة حاسمة وأضف إلى سجل هدفاً في السوبر الإسبانية مما رفع من قيمته وأهميته لدى كارلوانشيلوتي المدير الفني لريال مدريد وفي تحول جديد يخص مسيرة دياز قام لوز ديلافوينتي باستدعائه للإندمام إلى صفوف المنتخب الإسبانية للمشاركة في مبارتين وديتين مقاررتين في مارس القادم ضد كلنا من كولومبيا والبرازيل في الثاني والعشرين والسالس والعشرين من الشارع على التوالي وهذه الخطوة تأتي رغم الانتقادات السابقة من ديلافوينتي لدياز بسبب تردده في اتخاذ قرار بشأن مستقبله الدولي حيث قال المدرب الإسباني في رأيي وضع إبراهيم دياز مثير للحيرة بعد الشيء لديه الفرصة للعب لإسبانيا أو المغرب لكن كل الدلائل تشير إلى أنه يميل أكثر نحو تمثيل إسبانيا حيث يحلم بارتداء القميص الإسباني ويسلط هذا التطور والضوء على مسيرة دياز الواعدة والاختيارات المهمة التي تواجهه في مسيرته الدولية بينما تتابع عائلته عن كثابة طورات هذه المسألة ويبقى السؤال المحورية حول القرار النهائي الذي سيتخذه دياز والذي سيشكل بلا شك نقطة تحول في مسيرته الكروية في لفتة رياضية تعقس قيم التأثر والاعتراف بالجميل أعلن إيمير سيفاي المدير الفني لمنتخب كوديفور أعلن تكريمه للمنتخب المغربية بطريقة فريدة ومعابرة ففي أعقاب تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمم إفريقيا اخترى فايي أن يشارك الفرحة والنجاح مع المنتخب المغربية في تصريحات نشرت عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعية مؤكدا على أن هذا الانتصار ليس فقط لكوديفور بل يعود الفضل فيه أيضا إلى المغرب فايي لم يكتفي بالكلمات في حسب بل وضع شعار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على صفحاتها مصحوبا بعبارة تؤكل تقديم التتويج للمنتخب المغربي حيث أن هذه الخطوة لم تكن مجرد خطوة رمزية بل كانت تعبيرا عن الامتنان للدور الحاسم الذي لعبه المنتخب المغربي في مشوار كوديفور نحو اللقب فالمغرب الذي كان قد ضمن تأهله مسبقا واجه زامبيا في مباراة كانت نتيجة غير مؤثرة بنسبة لهم لكنها كانت حاسمة لفرص كوديفور في التقدم وبذلك أعاد فوز المغرب على زامبيا إحياء أمال الفريق الإفواري ومنحهما الفرصة للتقدم إلى الدور الثاني وهو ما تحقق بالفعل في تطور ملفت للنظر بالدوري الإسباني لكرة القدم يبدو أن النجمة المغربية السليمة من لاحة المحترفة من صفح فارق فالونسيا يمر بفترة زابة في مسيرته الكروية بعد مشاركته في بطولة كاس أمم إفريقيا ووفقا لتقارير نشرت صحيفة إلدس ماركا الإسبانية المعروفة يشير الحديث إلى أن مستوى أدائي من لاحة شهد تراجعا ملحوظا منذ عودته إلى الأراضي الإسبانية بعد انتهاء مشواره مع المنتخب المغربي في البطولة التي قيمت في كوديفور وتأتي هذه الملحظات في أعقاب مباراة فالونسيا دي دالاس بالماس والتي انتهت بخسارة فالونسيا بنتيجة هدفين دون رد في إطار الجولة الرابعة والعشرين من الليكا حيث أشرت الصحيفة إلى أن أمناحة لم يظهر بالمستوى المطلوب خلال هذه المباراة وبحسب التقارير فإن اللاعب واجه صعوباتنا في اتخاذ القرارات السليمة على أرض الملعب الأمر الذي أثر سلما على أدائها وبالتالي على نتيجة المباراة المثير للانتباه أيضا هو التحليل الذي ذهب إليه مدارب فالونسيا بشأن استخدام أمناحة داخل الملعب حيث يرى بعض المحللين أن هناك خطأ في توظيف اللاعب بطريقة تمكنه من تقديم أفضل ما لديها وكنتجة لذلك تم السبدال أمناحة في الدقيقة 65 من اللقاء مما يعكس ربما قرارا تكتيكيا استجابة لأدائه غير المقنعة هذا ويذكر أن سليم أمناحة انضم إلى صفوف فالونسيا في الصيف الماضي قادما من فريق بلد الوليد وذلك على سبيل الإعراء لمدة موسم واحدة مع إمكانية الشراء ومع هذه التطورات الأخيرة تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل اللاعب والنادي مع هذه الفترة الانتقالية الصعبة وما إذا كان بإمكان أمناحة استعادة مستواه المعهود وتأكيد مكانته كلاعب مهم في تشكيلة فالونسيا كشف موقع فوتبول إنسايدر الشهير أن ليفربول الإنجليزي قرر تقديم عرض لنجمه محمد صلاحة في الوقت الذي نصح فيه أسطورة النادي جون بارنز بالتعاقد مع بيدرو نيتو لاعب ويلفر هامدون ليكون بديلا عن الهدف المسرية ويرتبط صلاحة بعقد مع ليفربول حتى نهاية الموسم المقبل وكانت مسألة بقائه مع الفريق الصيف الماضي على محل الشك وكانت مسألة بقائه مع الفريق الصيف الماضي محل الشك بعدما ترددت ألباء حول تلقي عرضا من اتحاد جدة لتعاقد معه قبل أن يبقى مع فريقه الحالي في نهاية المطف وقال الموقع الإنجليزي ليفربول واثق تماما بمقائه ثلاثي محمد صلاح وفيرغل فاندايك وأليكساندر ألوند إذ ينوي تقدم عرضا لتجديد استمرارهم مع المدارب الجديد الذي سيخلف الألماني يورغغلوب نهاية الموسم الجاري وتصرف ليفربول خلافا لنصيحة أسطورته جون بارنز الذي رشح البرتغال بيدرو نيتو للحلول مكان محمد صلاح إذ قال الإنجليزية الدولية السابقة لموقع مايبيدز سايتس لا طالما كنت معجبا ببيدرو نيتو وأنصح بالتعاقد معها لأنه لعب يناسب ليفربول ويشبه محمد صلاح فهو سريع ويلعب بشكل مباشر نحو المرمى أصولكم مشاهدين إلى هذه النقطة من الفيديو يشير إلى اهتمامكم بالأخبار التي نقدمها على هذه القناة لذلك لا تترددوا في وضع تعليق أسفل هذا الفيديو تشيرون فيها إلى أهم الأخبار التي تريدون متابعتها